أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن نظيره الأوكراني فولدمير زلينيسكي لم يرد سماع التحذيرات الأمريكية قبل غزو روسيا بلاده وقال بايدن إن كثيرين اعتقدوا بأنه يبالغ عندما تحدث عن هجوم روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ وضف أمام صحفيين بأنه وردت إليه معلومات في هذا الاتجاه مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فولدمير فوتين كان في طريقه لعبور الحدود لكن زلينيسكي لم يرغب في سماع ذلك على حد وصفه